في حالة فوز الأهلي بقى إزاي هتكون مقابلته مع ريال مدريد في نصف النهائي ويا تارى إيه هيكون مدى تأثيرها بقى على الكرة المصرية بشكل عام وعلى الأهلي بشكل خاص لأ ده تأثيرها كبير جداً خصوصاً إحنا من ساعة ملعبناهم وكسبناهم 1-0 في المباراة الشهيرة اللي لعبناهم هنا في الكاهرة بهدف صندي أعتقد المباراة دي بقى هتكون تاريخية جداً لسبب بسيط أولاً جمهوري المدريد فاكر كويس أول نادي الأهلي ما حصلش ما بيننا وما بينهم مواجهات منذ المواجهة الأولى اللي كانت معمنوا الجزيلي كسبناها 1-0 فاعتقد هيكون دي حاجة من الحاجات اللي برضو بتقرق نادي ريال مدريد وجمهير وانت حريك عارفة أن السوشال ميديا بتبقى دايماً بيوصلوا المعلومات لبعض فحتة النادي الأهلي كمان هو نادي بينافس معاهم في الأكثر تتويجاً بالبطولات على مستوى العالم دي هتكون لها صقبة كبيرة جداً لقاءنا مع ريال مدريد هيأثر على كرة المصرف إيه؟ هيأثر علينا في أن احنا دلوقتي بينا عندنا نادي بيلعب في المحافل الدولية زي النادي الأهلي بيقابل كبار القارة كبار القارة العجوز في أوروبا لو كان نادي ريال مدريد قابل بارني ميونيخ في كاسة العالم اللي فات دي كانت مباراة سهلة جداً على فكرة على بارني ميونيخ لكن يا لها هنقدر أنه يخليها صعبة على اليوم هم كسبوا بالسهل الممتنع بس فرق الخبرات زي مباراة الأهلي وريال مدريد بالزرق هتم مباراة كبيرة جداً تسويقياً أن الأهلي حتى لما هيرجع مصر لو فكر أنه يطلب أرقام كبيرة جداً على مستوى التسويقين على لعبة ريال مدريد أنا بنافس أن الأكثر تتوجن بالبطاعة للمستوى العالم مع ريال مدريد كمان لعبت في كاسة العالم للهندية ودي كمان هتكون فرصة كبيرة أن نحن نحقق إنجاز تاريخي بأن نحن لو لا قدر أن أخسرنا من ريال مدريد هنلعب للمرة الرابعة على البرونزية بتاعت كاسة العالم فدي هتكون حاجة كبيرة جداً والرابعة أعتقد دي على التوالي إحنا لعبنا ثلاث مرات على التوالي صحيح؟ لأ دي التانية تبقى دي التالتة لأن إحنا كان عندنا واحدة قبل كده طب إحنا على سيرة النصف النهائي إحنا عندنا طبعاً المربع الزهبي عندنا فيه فلمانجو وعندنا ريال مدريد دول كده كده خلاص سبسين الأحلي لو فاز النهاردة هيتأهل للمربع الزهبي تفتكر مين بقى الرابعة بتاعنا؟ أحب التوقعات جداً هيبقى الرابعة للهلال لأن أنا متوقع أن أهلا يكسب الوديد يعني أنت متوقع النصف النهائي هيبقى ريال فلمانجو أهلي وريال مدريد والهلال بالزبط بالزبط يعني هو مركز الثالث لو لعبنا للهلال هيبقى لو لقدر لا ليخسر إن شاء الله ما اتمناش يعني فهيبقى الأهلي والهلال وهيبقى فلمانجو ده وضع طبيعي يعني كرة في أمريكا الجنوبية متطورة جداً ولعب عندهم عندهم مهارات كبيرة جداً فهيبقى فلمانجو وريال مدريد لكن مي اللي ياخد البطولة بقى أنا متوقع فلمانجو أنت متوقع؟ فيلمانجو البطولة الفلمانجو؟ اه بشي ريال مدريد ليه بقى؟ يعني استحقاقات ريال مدريد في الدوري والشامبيونز ديج هتخليه بيفكر بشكل كبير جداً إنه مايلعبش بكل عناصره الأساسية يعني على مستوى الزهير الأيسر مثلاً هو بيلعب لعيب وسط كما فينجا بيدعبه قدام مع فينيسي الجونيور ممكن يكون الخوف من أنه يفقد اللعيبة المهمة فتأثر عليه على مستوى البطولة المحلية زي اللي يجا أو على مستوى الكاذبة على الملك أو على مستوى دوري الأبطال خصوصاً نهو دلوقتي الكلام بيدور على إن زيدان بيقترف في الصورة أنه يكون خليفة أنشلوتي يعني الخمسة مليون دولار هيبقوا لصالح فيلمانجو ده توقوعي توقوعي أيها بلين مدريد إحنا إن شاء الله بإذن الله إحنا هنطلع بالبرونزية إن شاء الله البطولة الموجودة ده مجرد توقع لكن على الورق بس خلي بالك إنت في الغالب دايماً توقعاتك بتطلع صح عشان كده بيحب زنوك دايماً هنا في التوقعات طيب هي دي بقى الفكرة إن إحنا هنا لازم نتكلم بموضوعية هي ملاش علاقة بانتماء إحنا بنتكلم بموضوعية وفوارئ كبيرة جداً ما بين الكورة في أفريقيا وما بين الكورة في أسيا دلوقتي وما بين الكورة في العالم إحنا بنتكلم عن ريال مدريد ده أكثر تتوجعاً بالبطاطا على مستوى العالم واخد أكتر فريق واخد دورة أبطال أوروبا فإحنا بنتكلم فوارئ كبيرة جداً آه إحنا هنا في مصر أو إحنا هنا في أفريقيا مسيطرين لكن الموضوع على الورق صعب جداً صعب جداً مع العناصر بتاعتهم والخبرات